اللي مضطر انه يعبأ المؤسسات ويفرض عليها انها تولي كلها للرد على الخارج هو اللي ما عندوش شي حاجة باش يدفع على راسه بالصح اللي عندو باش يدفع على راسه كيحتاج انه يبين هاد المؤسسات بانها مستقلة وبانها كتصنط الاطراف بتجرد وبانها كتدير تحريات بعمق وبانها كتخرج القرارات ديلها بقوة اللي ما عندوش القدرة انه يواجه هادشي كيولي في المناولة البديئة خليد غير باش إلا سمحتي كانوا جاوبونا بعدم الصلاحية سي عمر صغروشني جاوبنا قلك عدم الصلاحية جاوبنا شفاويا من اللي كنا صفتنا للرسالة في اكتوبر ديال الفين وتساقات كان عيط علي مشيت عندو المقر دياله وذكرنا مطولا وفي النهاية قال لي ياودي للأسف نرى معنا اي صلاحية اننا ندخلو في هذا النوع ديال المواضع قلت له الله يخليك شكرا على هذا الاستقبال وعلى هذا الجواب ولكن احنا محتاجين اننا نبنيو عليه إجراءاتنا والتاني يحتاجين انك جاوبنا رسميا بمكتوب وعدني بالمكتوب هذه دبا كتر من عامين مع مرنموات وصلنا بأي جواب رسمي وداز الوقت ومديننا تطلب ضيحة ديال الـ Forbidden Stories ودالام نستي هل ساعات صبح الله العظم ولا تتعندو الصلاحية والحقيق الى اخرى أقل؟ نحن نرى الاتحاد الصحفيين العرب نرفض اتهام المغرب بالتجسس على الزملاء دون دليل هذا اتحاد الصحفيين المفروض فيه انه يدفع الصحفيين كيف ترد بان الاشي صحفيين صرحوا بانهم تعرضوا الاشي صلوك ماشين انه واجب انه يدفع لهم ومن بعد الاشي بانهم كذبوا يجي يقول او ديادش كله ما كانش ورح ما كنسحبوه ولكن الاصل من اللي كتكون مؤسسة دات طابع مهاني او نقابي هو انك كتوضع المحامين ديال كراهن اشارة كل المشتكي في الميدان المهاني هادو بلا ما يتسنتوا بلا ما يتحروا بلا والو اتحاد الصحفيين العرب يودين الصحفيين اللي كيددعوا بانهم كيتعرضوا التجسس عشنو المنطق ديال هادشي وانا عندنا ناس في الجسم الصحفي في المغرب للخدمات المتبادلة مع صحابهم في هاد النوع ديال المؤسسات كي يتمكنوا انه يجيبوا هاد البلاغات اللي ما كتاكونش الخمس بحال كانو حياو هادي واحد جوجيا الاسابيع واحد الاتحاد برلومانات العرب اللي ما تجتمعش هادي 18 العام وكيخرجوا ذاك الامين العام بيالو مراه في العامين كيحتاجوه كيخرجوا واحد بلاغ كي يقولك راه البرلومانات العربية تتضامن مع المغرب في كده وكده ألورك لا وجود لهاد المؤسسة أصلا ألور كان ايضا تذكير مفيد هو انه في هاد النقاش على بيغاسوس الدفاع ديال المغرب هو جيبوا لنا الاتبات بانه احنا يجسسنا على شيء انك تجيب هاد الاتبات صعب جدا والاتباتات اللي كينا عند الجهات المعنية كترفض انها تسلمها لانه قدم ما اعرف الطرف الضالع في هاد التجسوس كيفاش معروف وكده ما غاد يتمكن انه يواجه هاد شيء وغاد يمكن له يحور الاتباتات احنا الان امام السؤال اللي كيكون في العالم ديال اود ديم اللي كتكون شيجيها عندها سلطة وعندها قدرات قوية جدا وكتكون متهمة كتدار اوليات ديال التحقيق المستقل النازيه القوي اللي غاد يمكن كلها تسنطلق على الاطراف وتدير قاعد التحبيات وتوصل للنتائج وترتبع لها اجراءات المغرب ما دار ليجان ديال التحريح تبرلومانية ديال هاد البرلومان على علاته ما دار تحريق قضائي ما دار تحريق اداري ولا ولو اشنو دار كيخرجنا الصحفة دياله باش يقولنا لا هاد شيء كدوب وهاد شيء عداء وهاد شيء هدرخاوية وهاد شيء وصيروا انتم اجيبونا الاتبات من اكبر الادانات اللي وقعت للنظام المغربي هو اسرائيل اللي كيقول باننا حق احنا رحنا ارسمنا مع هالعلاقات لانه قد يتقدمنا خدمات اسرائيل مش غير رفضات انها انها تبرؤ في القضية ديال بيغاسوس اسرائيل سربات واثقة للصحفة الدولية كتقول فيها بان الحكومة الاسرائيلية قررت منع الاستمرار في العلاقة التجارية ديال بيغاسوس مع الدول الفلانية على رأس المغرب اي ان اسرائيل توقر بان بيغاسوس اتباع المغرب ديال بيغاسوس ديال بيغاسوس هو انه من المسائل اللي خاص ديال بتجاوب عليها ان اسو في هذه المتابعات هو من هي اشنا هي الدول اللي كانت عندها بيغاسوس وهي مشت نقطة الدفاع ديالها من اللي لجاءت المجلس الاعلى المحكمة العليا في الكورسي بخام في الولايات المتحدة هي تقول ان هذه مسألة ديال الامن القومي لانه يلعطينا الاسماء ديال هاد الدول فيها خطر امني وتمرف ديال هاد طالب هذا بمعنى اخر ده بالمسألة غادي تحكم وانه غادي ستطلب من انسو انها تعطي اللائحة ديال البلدان اللي عندها بيغاسوس ودابا الجميع كينتظر يشوف هادشي كيفاش غادي غادي تطور ومن المحتمل انه فعلا نعرفو ايشنا هي اللائحة رسميا قضائيا في الولايات المتحدة ديال الدول اللي استعملت بيغاسوس اخر نقطة في الموضوع ديال بيغاسوس هو تقرير ديال الدراسة لدرس بتكليف من لجنة ديال البرلمان الاوروبي واللي من يعني العبارات ديالها هو ان التورط ديال المصالح الاستخباراتية المغربية في الموضوع ديال بيغاسوس يعني يصعب الشك فيه دراسة كتتحرد دقة والنسبية وكده ولكن من اللي كان شوفو العبارات ديالها كتوصل ان المغرب متورط في التجسوس على الجهات الاوروبية بشكل خاص على الزعماء الفرنسيين وعلى احد الزعماء الايطاليين اشتركوا في القناة